السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكافة الإخوة والأخوات المتابعين الأوفياء وأول شيء أود أن أقوله وأشكركم فائق الشكر على كل هذا التفاعل والاهتمام الرائع بكل كتاباتي وحلقات الراديو الفيديوهات الدروس والإصدارات التدريبية أشكركم على هذا التفاعل الرائع والاهتمام الفائق الرائع بكل ما أقدم وندخل مباشرة في موضوع هذا الفيديو الإصدار التدريبي الذي كلمتكم عنه في العديد من حلقات الراديو والذي ينتظره عدد من الإخوة والأخوات ألا وهو الهندسة الداخلية في اكتساح المراكز الأولى لمحركات البحث فهذا الإصدار بالدرجة الأولى هو موجه للسيو العميق يعني هذا الإصدار هو متخصص في السيو العميق الذي ننطلق منه للتشعب نحو السيو السطحي الذي يظهر خارج المدونة في الباكلينك وما نره لكن من أهم عوامل قوة السيو التي يجب على الشخص أو خبير التسويق الإلكتروني الاعتماد عليها هو السيو العميق فنوعية الإصدار التدريبي الإصدار التدريبي هو عبارة عن سلسلة فيديوهات تدريبية متخصصة في السيو العميق قمت بتنبيه لنوعية الإصدار التدريبي لأن هناك العديد من الإخوة يتصلون بهاتفين ليسألوا هل هو عبارة عن كتاب يعني في كافة الإصدارات يعني العشرة أو الإحدى عشر السابقة كان الإخوة يتصلون به ليسألوا هل هو عبارة عن كتاب أم فيديو أم ماذا فالإصدار هو عبارة عن سلسلة فيديوهات تدريبية متخصصة في السيو العميق وركز معي على السيو العميق لأن هذا المفهوم نادرا ما يتطرق له ونادرا ما ستسمع به لكنه له قمة الفائلية في إحراز المراكز الأولى في محركات البحث الهدف الأساسي لهذا الإصدار هو إكساب المتدرب رصيد من التقنيات تمكنه من بناء خطة سيو عميق خاصة به لاحتلال مراكز متقدمة والسيطرة عليها فهذا هو الهدف الأساسي للإصدار أي أن يتكون لك رصيد من التقنيات تستطيع من خلاله هذه التقنيات والمهارات أن تحتل مراكز متقدمة وتسيطر عليها في محركات البحث وبطبيعة الحال مراكز متقدمة تعني ترافيك زوار مستهدفين من الطراز الرافع هذا يعني أرباح في جوجل أدسنس كليك بانك سي بي اي أو أي نشاط تعتمد عليه لتحقيق الأرباح المحاور الرئيسية للإصدار التدريبي النوعي الهندسة الداخلية ومع أول محور في أول محور سنتطرق إلى مقدمة وخطة واضحة لرحلتنا عبر هذا الإصدار لماذا مقدمة وخطة واضحة؟ لأنني في أي إصدار أود أن أجعلك على دراية بما ستدرسه وأهمية ما ستدرسه لكي تستوعبه وبعمق لذلك كانت هناك مقدمة وشرح خطة واضحة لرحلتنا عبر هذا الإصدار خلال الفيديوهات المسألة التالية سنتطرق أيضا في المحاور إلى شرح المبدأ الأعظم لقوة السيو العميق والتنوعات الثلاث بطبيعة الحال هو السيو مجال واسع لكن هناك نقطة يجب أن يرتكز عليها الشخص جوهر إذا ارتكز عليه في السيو فستكون النتائج رائعة لذلك أنا خلال هذا الإصدار أحاول أن أوضح لك المبدأ الأعظم لقوة السيو لأنك إذا تبنيت هذا المبدأ فأؤكد لك إن شاء الله وحسب تجربة الشخصية أن تغيير الخوارزميات والتغييرات التي تطرع على الأنترنت والتحديثات الخاصة بمحركات البحث لن تؤثر فيك على الإطلاق فهذا أمر يجب أن تكون على يقين منه أنك إذا ركزت على الأصول والمبادئ العظمى فالمتغييرات حتى وإن حدث لا قدر الله تأثير فإن تأثيرها يكون جد ضعيف على صفحاتك ومواقعك الموجودة على الأنترنت وكذلك سنتطرق للتنوعات الثلاث يعني اختزلت لك التنوعات كلها في تنوعات ثلاث يجب أن تفهمها جيدا وتطبقها لتستطيع خلق ما لا نهاية له من التنوعات في مسألة السيو العميق في محور الثالث يعني وكل محور قد يتشكل من فيديو يعني هنا يجب أن أنبه إلى أن المحاور قد تكون فيديو أو فيديوهين أو ثلاث فيديوهات يعني ليس كل محور يشرح فقط في فيديو بل يشرح في فيديو فيديوهين إلى ثلاث فيديوهات حسب الغزارة التقنية لذلك المحور وما يتوفر عليه من محتوى المحور الثالث شرح تركيبات الروابط البسيطة والعالية الطاقة بطبيعة الحل رأينا مؤخرا أن هناك انجراف وراء تركيبات معقدة للروابط في السيو فهناك من يتحدث عن بعض تركيبات من نوعية لينكويل هناك من يتحدث عن تركيبات من نوعية الباكلينك بيراميد هناك تنوعات يتكلم عنها الناس وهي في حدتها رغم أنها تنوعات إلا أنها تبقى تقليدية فهذه التنوعات إذا اشتغل بها جميع الناس فاستصر هناك منافسة رتيبة ومنافسة عميقة بين الجميع عفوا منافسة عقيمة بين الجميع لكن إذا فهمت تركيبات الروابط البسيطة والعالية الطاقة فمن خلالها سأتدرج بك لتصنع تركيباتك وليس تركيباتك الشخصية ستنطلق نحو هندسات من الروابط تقوم أنت بتصميمها وأهمية تركيبات الروابط البسيطة أنها عالية الطاقة أي أنها مباشرة وعالية الطاقة ولها أثر كبير في الصعود بمقالتك التي تريد الصعود بها أو العنصر الذي تريد الصعود به إلى المراكز الأولى في محركات البحث لها طاقة عالية لتتيح للعنصر الصعود إلى الصفحات الأولى بالنسبة للمحور الرابع هناك شرح دارات احتجاز عنك بمحركات البحث وهذه من التقنيات التي لم يسبق لي وأنا رأيت أن أحد المسوقين حتى الغرب تطرق إليها من هذه الناحية كيف نقوم باحتجاز العنكبوت يعني عنكبوت محرك البحث يعني هو روبوت يرسله محرك البحث لأخذ معلومات على موقعنا أو صفحتنا كيف نقوم باحتجازه والاستفادة منه استفادة مضاعفة لأن أغلب المسوقين يعتمدون تقنية تقليدية في السيوت تجعلك تستفيد من العنكبوت مرة واحدة فقط ثم يذهب لإرجاع المعلومات لكن بهذه التقنية تستطيع أن تستفيد منه استفادة مضاعفة لأي عنصر تريده يعني لأي مقالة تريدها أو أي شيء فهذه العملية تضاعف قوة المقالة وتعطيها أهمية أكبر بالنسبة لمحركات البحث فركز معي إن شاء الله حينما ستشاهد درس دارات احتجاز عناكب محركات البحث المحور الخامس شرح أقوى ثلاثة عناصر للباكلينك المؤقت هذه الثلاثة عناصر هي عناصر بسيطة نقوم بها في مدونتنا لصناعة باكلينكات مؤقتة هذه الباكلينكات المؤقتة تعطي مقالتنا القوية أصلاً في المدونة قوة أكبر يعني تزيدها قوة ومن مميزات هذه الباكلينكات المؤقتة أنها باكلينكات ليست بتقليدية وأغلب الناس يهملونها يعني تبنيك لهذا المبدأ قد يعطيك يعني خطوة متقدمة على أي شخص ينافسك لأنك تفهم حقيقة الباكلينك المؤقت وتستخدم كل التقنيات التي سبقها وذكرتها في المحاور السابقة فركز معي إن شاء الله حتى في درس أقوى ثلاثة عناصر للباكلينك المؤقت لأنه سيساعدك بقوة وإلى الآن ترى أنك ستكتسب ترسانة تقنية يعني ترسانة أسلحة لتصير يعني دمهارة عالية وفاعلية وقوة في السيء وخاصة السيء العميق أي السيء الداخلي لأنه من السيء الداخلي ينبع السيء الخارجي أما إذا كان لديك فقط سيء خارجي فمن السهل يعني هزيمتك أو تنحيتك من محركات البحث كذلك وصولك إلى المركز الأول قد تصل إليه بسيء خارجي فقط يعني سيء سطحي لكنك تبقى ضعيف أمام منافس يريد تهديد موقعك في محركة يعني في مركز محركات البحث ووصولك عن طريق سيء عميق يتيح لك فوق مسألة الوصول إلى ذلك المركز الصمود في ذلك المركز المحور السادس مهارة خلق التنوع النوعي الرقمي والهندسي هذه التنوعات هي تقنيات سأتوسع في شرحها في سلسلة تدريبية في سلسلة الهندسة الداخلية سأتوسع في شرح خلق التنوع النوعي والرقمي والهندسي فالتنوع النوعي هو من أهم تنوعات الباكلينك الداخلي أو الخارجي يعني إذا اعتمدت هذا المبدأ فستكون هو أساس الجودة في الباكلينك الداخلي وكذلك الباكلينك الخارجي ولماذا أقول دائما الداخلي قبل الخارجي؟ لأن الداخلي هو أشد قوة وأشد أهمية من الخارجي حيث أن المبدأ الصحيح هو الذي يعطي قوة كبيرة لمدونتك أو تدوينتك التي تريد تصعود بها إلى المركز الأول في محركات البحث هو أن تنطلق قوتها من داخل المدونة لتخرج إلى خارج المدونة فهذا ما يعطيها القوة الحقيقية في المنافسة والسيوم كذلك إلى جانب التنوع النوعي الذي سأشرحه سأشرح التنوع الرقمي فالتنوع الرقمي هو مسألة بسيطة لكن جد مهمة لكي لا تؤثر فيك خوارزمية محركات البحث لأن التنوع الرقمي يمنع عنصر خطير وقاتل في السيو ألا وهو الرتابة الرقمية وهذه الرتابة الرقمية تكشف نقاط ضعفك في السيو لمحرك البحث فيقوم محرك البحث بخفض مرتبتك بسبب تلك النقاط التي اكتشفها كذلك يأتي المحور الأوسع ألا وهو التنوع الهندسي والتنوع الهندسي هو جد مهم للغاية حيث أنه ترى أنه في الانترنت انتشرت العديد من المفاهيم يعني أو الخطط ورأيته حتى في بعض الكورسات المتعلقة باللينك ويل واللينك بيراميد وتشكيلات هندسية للباك لينك كل هذه المسائل يعني أراها تشرح بطريقة اعتباطية في العديد أنا لا أقول في كل الكورسات بل في العديد من الكورسات وليس كلها بطريقة يعني اعتباطية وغير ممنهجة يعني لا تتحل المتعلم فهم تلك التنوعات الهندسية إضافة إلى أنها تشرح بأخطاء يعني الشرح الهندسي يتضمن أخطاء وأول هذه الأخطاء أن الاعتماد على التشكيلات الهندسية التقليدية التي قد تجد ملايين المسوقين يستخدمونها في نفس الوقت التي تستخدمها أنت فنظريتي ومنهجي في هندسة السيو أنه يجب أن تصير لك بصمة هندسية في السيو وهذا ما ستخرج به إن شاء الله من هذا الإصدار التدريبي أن تصير لك بصمة هندسية في السيو وأؤكد أن هذا الإصدار التدريبي هو لجميع المستوات حتى للمبتدئين فقلت أن تصير لك بصمة هندسية في السيو وهذه البصمة فوق هذا كله لكي أضفي صبغتي الخاصة على هذا الإصدار التدريبي سأجعلك تصنع بصمة أورغانيك يعني أورغانيك سيو يعني بصمة لا تماثلية بالنسبة لإخوة الذين درسوا معي في الإصدارات التدريبية السابقة وخاصة حينما تكلمت عن دروع أطرافك فتكلمت عن اللاتماثل فهذا اللاتماثل سأعلمه يعني لك بعم أكبر لكي تصير لك بصمة أورغانيك تعطيك قوة أكبر وتحميك من أي تغيرات في الخوارزميات مستقبلية كانت كذلك المحور السابع والرائع تشكيلات هندسية لنهائية لسيو لا متناهي القوة بطبيعة الحال الهدف من السيو أن تجعل صفحتك أو مدونتك أو شيء الذي يعني العنصر الفيديو أو شيء الذي تريد صعودة به إلى أعلى مركز محركات البحث أن ترفع قوته إلى أقصى حد ممكن فهنا يأتي دور التشكيلات الهندسية اللانهائية التي هي أيضا تدخل في الأورغانيك سيو وبالضبط في الأورغانيك باك لينك والتي تعتمد بالدرجة الأولى على التى لا تماثل وخصائص أخرى لكي تعطي لصفحتك سيو لا متناهي القوة فيعني هذا الفصل سيكون فصل الرائع يعني من ناحية هو كافة الفصل ستكون في منتهى القوة والجودة لكن هذا الفصل سيعطيك يعني ما أريد أن أقوله أنه سيفتح عقلك بطريقة رهيبة لتدرك أن السيو هو باختصار شديد هندسة الدكاء الغير متوقع فإن شاء الله يعني هذا المحور سيدهشك للغاية حيث أنه مباشرة منه ستشعر أن لك قدرات رهيبة في خلق تنوعات لا منتهية من تشكيلات الهندسية للباك لينك الداخلي بالدرجة الأولى أننا نتكلم عن السيو العميق وتستطيع في نفس الوقت طبيق كل ما تعلمته هنا على السيو الخارجي يعني في نفس الوقت لديك استفادة مضاعفة ما استفدته في السيو العميق أو الداخلي تستطيع مباشرة نسخة والاستفادة منه في السيو الخارجي أهم مهارة يجب أن تكتسبها يعني من هذا الإصدار التدريبي بعد مشاهدتك لكل فيديوهاته وتطبيقك لها هي القدرة على وضع خطتك المتفردة للسيو العميق أنت ستتعلم الكثير من تقنيات التنوعات والجزئيات لكن بطبيعة الحال لن تستخدمها كلها بل ستنتقي منها أنت أصلا يعني هي موجودة في ذاكرتك لكن ليست كل أسلحة صالحة للاستخدام في كافة المواقف بل ستكتسب القدرة على معرفة أي سلاح تستخدمه وفي أي وقت بالطبط وفي أي وضعية بالطبط وهذا سيتيح لك القدرة على وضع خطتك المتفردة للسيو العميق وهذا هو الشيء الذي أريد أن تخرج به من هذا الإصدار التدريبي هل هذا الإصدار التدريبي صالح لمبتدئ؟ سبحان الله خلال الإصدارات التدريبية الماضية يعني إصدارات التدريبية للسنة الماضية يعني على طل إصدارات الإحدى عشر كنت أتلقى هاتفيا وعلى الإيميل وكذلك على السكايب كنت أتلقى هذا السؤال هل هذا الإصدار كلما أطلقت إصدار في الصفحة على الفيسبوك أو في المدونة أو في اليوتيوب أتلقى هذا السؤال هل هذا الإصدار صالح للمبتدئ؟ نعم وكذلك لصاحب المستوى المتقدم هذا الإصدار صالح للمبتدئ وكذلك لصاحب المستوى المتقدم لأنني أشرح بمنتهى البساطة والسهولة واليسر حتى تفهم كل شيء بعمق ولن تجد فيه أي مشكل وكذلك الصاحب المستوى المتقدم سيستفيد للغاية لأنني أذكر فيه منهجيات خاصة بي ونظرية في الباكلينغ خاصة بي وكذلك أساليب ابتكارية ورؤية خاصة وأسلوب الأورغانيك في السيو العامق لذلك لن يجد أي شخص يعني ما تطرقت إليه في مكان آخر غير في هذا الإصدار لأنه بصمة شخصية خاصة الهدف العام والشمولي لهذا الإصدار هو أن تصير لك القدرة على اكتساح المراكز الأولى لمحركات البحث واكتساح المراكز الأولى لمحركات البحث يعني حصولك على زوار مستهدفين وحصولك على زوار مستهدفين يعني حصولك على أرباح ومدخول من الأنترنت هنا سعر الاشتراك يعني كما تقرر من خلال التصويتات التي قمت بها للأسعار خلال فترة الكلمات الماسية يعني أعطاني الإخوان ضرعامة عن الأسعار المناسبة للمنتجات فمن تلك الفترة بدأت أعمل على توفير أسعار للإصدارات مناسبة للجميع وليكون كل إصدار أصدعه في الأكاديمية المغربية التجارة الإلكترونية مناسب للجميع وفي متناول الجميع سعر الاشتراك هو 149 درهم مغربي فقط أي 18 دولار أمريكي ليكون الإصدار في متناول الجميع إن شاء الله هل هناك هدية؟ يعني غالباً مسألة طريفة أن العديد من الأخوة يتصلون بي ويقولون يعني حينما يريد شراء الإصدار يتصل به يسأل عن الإصدار ويقول لي هل هناك هدية مع هذا الإصدار؟ وبطبيعة الحل لا يوجد إصدار يعني قدمته خلال هاتين السنتين إلا وكانت معه هدية لذلك تعود الإخوة على السؤال عن هدية عفواً عن هدية الإصدار والهدية هي اشتراك شهر كامل مجاناً في قسم الدعم وتوجيه التقني وقسم الدعم وتوجيه التقني هو قسم تقوم بطرح أسئلتك فيه وتكون فيه أمسيات يعني أسبوعية بالبت المباشر يعني في حال حضورك للأمسيات الأسبوعية للبت المباشر تستطيع أن تسألني مباشرة وأن تحاور مباشرة وأن تطرح أسئلتك وكل شيء أما في حال عدم تيسر حضورك إلى تلك الأمسيات بإمكانك أن تترك لي السؤال في المجموعة الخاصة بالأسئلة وأجيبك عنه أثناء يعني أمسية البت المباشر وأنت تأتي فيما بعد وتشاهد السجيل الذي أتركه دائماً سجيلة البت المباشر في الأقصام الخاصة يعني هذا ليس البت المباشر العام الذي تشاهده إنما البت المباشر الخاص تأتي وتشاهد البت المباشر وتجد الإجابة عن أسئلتك كاملة في البت المباشر الخاص بالأمسية للحصول على هذا الإصدار التدريبي والنوعي يعني أوفر كافة الوسائل يعني المشهورة والمعروفة فمن داخل المغرب يمكن الإخوة الحصول عليه عن طريق وكالة الوفاكاش التي توجد في كل حي وكل مدينة كذلك من خارج المغرب يمكن الإخوة الحصول على هذا الإصدار التدريبي يمكن الإخوة والأخوات الحصول على هذا الإصدار التدريبي عن طريق الوسترن يونيون أو الموني جرام أو الكاش بلوس يعني كافة وكالة تحويل الأموال المعروفة وسترن يونيون موني جرام كاش بلوس كذلك موني جلوب فكل هذه الوكالات يمكن أن تدفع التكاليف من خلالها للحصول على الاشتراك في هذا الإصدار التدريبي كذلك بالنسبة للإخوة الذين يسألون عن الدفع الإلكتروني فأوفر الدفع الإلكتروني عن طريق البيبال والبيزا كذلك فبالنسبة للعديد من الإخوة يسألون أريد أن أدفع عن طريق الفيزا كل ما أنصحك به هو أن تقوم بشحن حسابك عن طريق الماستر كارت أو الفيزا كارت خاصتك قم بشحن حسابك في بيزا العملية سهلة يعني فقط 3 دقائق تفي بالغرض تشحن حسابك ببيزا لتقوم بالحصول على الاشتراك في هذا الإصدار التدريبي كيفية الحصول سأفسر كيفية الحصول الآن وستجد تفسير كتابي مفصل تحت هذا الفيديو مباشرة في وصفه يعني في الوصف اضغط على plus watch لترى يعني في وصف الفيديو الشرح المفصل لكيفية الحصول على الإصدار لكن سأكلمك عن كيف تحصل عليه لأنه العديد من الإخوة يقرأون الشرح ويتصلون بهاتفين ويسألون كيف أقوم بالدفع للحصول على الإصدار بالنسبة للإخوة الذين سيذهبون إلى وفاكاش وكالة الوفاكاش ستذهب إلى وكالة وفاكاش ستعطيهم رقم الحساب الذي ستجده أسفل هذا الفيديو في وصف الفيديو ستعطيه لهم ستقوم بدفع 149 درهم يعني تكلفة الاشتراك في هذا الإصدار سيعطونك وصل بالدفع يعني وصل بأنك دفعت تقوم بتصوير هذا الوصل بهاتفك المحمول تقوم بإرساله لي في الإيميل الذي ستجده في وصف هذا الفيديو في الأسفل في الشرح تقوم بإرسال ذلك الوصل لي بطبيعة الحال حاول أن ترسل لي الوصل عن طريق إيميل الجيميل لماذا؟ لأنه لكي أقوم بتفعيل اشتراكك في الأكاديمية لكي أدخلك إلى الأكاديمية يجب أن تتوفر على حساب جوجل بلاس فمن خلال حسابك جوجل بلاس فقط تقوم بعمل حساب جيميل وهذا الحساب جيميل يخول لك عمل حساب جوجل بلاس تماما كعمل حساب في الفيسبوك بل أسهل من ذلك بكثير فتقوم بمرسلتي من خلال ذلك الإيميل المرتبط بحسابك جوجل بلاس ترسل لي صورة الوصل فقط وتكتب لي الإصدار التدريبي الهندسة الداخلية مباشرة سأقوم بتفعيل اشتراكك في القسم الخاص بالهندسة الداخلية في الأكاديمية وكذلك سأقوم بتفعيل اشتراكك لشهر كامل اشتراكك في قسم الهندسة الداخلية هو اشتراك مدى الحياة لا يوجد فيه ليس بمؤقت أما اشتراكك في قسم الدعم والتوجيه التقني فسأعطيك إن شاء الله شهر كامل هدية في هذا القسم لتطرح أسئلتك ولأجيبك عن كل تساؤلاتك وأحل مشاكلك إن شاء الله بالنسبة للإخوة من خارج المغرب كلمات播 haber بالنسبة للويسترنيون أو الموني جرام ستجدوني أضع كافة المعلومات والمعلومات التي قد تطلبها وكالة الموني جرام او كاش بلوس او الموني جلوب هذه الوكالات BillieEMON ستجدني كافة فيكم كالエフム معلومات معك ستذهب إلى مثلا الويسترنيون أو أي وكالة من هذه الوكالات ستقوم يعني بإرسال عفوك ستقوم بإرسال المبلغ سيعطونك وصل بالإرسال ستأخذ ذلك الوصل ستقوم بنفس العملية صواره بهاتفك ستقوم بإرسال تلك الصورة مع اسم الإصدار الإصدار تدريبي الهندسة الداخلية ستقوم بإرساله على الإيميل الموجود هنا في الأسفل في الشرح وفي وصف الفيديو ستجده في الأسفل فقط إقرأ الشرح ستجد إيميل استقبال الطلبات بعد توصلي بذلك الإيميل وأذكر أنه يجب أن تقوم بعمل إيميل جيميل الذي ترسلوني من خلاله وكذلك تقوم بإنشاء حساب جوجل بلاس من خلال ذلك الإيميل والأمر سهل بعد توصلي بالإيميل الخاص بك سأقوم بتفعيل شراكك وإلحاقك بقسم الهندسة الداخلية في الأكاديمية وكذلك بإعطائك بإلحاقك بقسم الدعم التقني وتوجيه التقني وإعطائك شهر كامل هدية في هذا القسم نفس الشيء بالنسبة للإخوة الذين يريدون الحصول على هذا الإصدار التدريبي الرائع عن طريق البيبال أو البيزا أو الفيزاكر فستجدوني أسفل هذا الفيديو أضع رابط الدفع الإلكتروني ستجده في الوصف ستضغط عليه فقط اقرأ الوصف كامل واستجد الرابط ستضغط عليه ستدخل على موقع يعني على الرابط حينما ستضغط على الرابط ستفتح لك صفحة الشراء يعني الخاصة بالمنتج الخاصة بهذا المنتج تقوم بالضغط على أوردر يعني لشراء لشراء الإصدار التدريبي تتتبع مراحل الشراء عادية ثم ترسلني من خلال موقع الشراء وكذلك ترسلني من خلال إيميل الجيميل الذي ستجده يعني في الوصف لتعطيني يعني يعني لتعلمني بشرائك للمنتج أقوم فقط بمراجعة طلبك وأفعل لك الاشتراك عن طريق جيميل وحسابك جوجل بلس ف ستجد يعني الآن شرحت ببساطة لكن ستجد إذا أردت قراءة شرح كيفية الدفع لأن هناك العديد من الأخوة مؤخرا يسألون كثيرا عن كيفية الدفع الإلكتروني فستجد إن شاء الله يعني الدفع الإلكتروني هو أسعى الأسهل نوع من الدفع من طرق الدفع ستجدوا إن شاء الله أسفل هذا الفيديو وأخيرا أشكركم على اهتمامكم الرائع وأشكركم على هذا التفاعل الرائع مع كل إصدارات التدريبية يعني الحمد لله يعني هناك يعني المئات من الأخوة يتابعون كل إصدارات التدريبية الخاصة في الأقسام يعني لعل العدد تخطى الألف بحوالي 300 أو 400 فأشكركم على كل هذا الاهتمام الرائع أراكم إن شاء الله في الأقسام الخاصة للأكاديمية أي مشكلة واجهك أو للحجز أو للاستعلام عن هذا المنتج أو أي منتج آخر أو لطلب أي دورة تدريبية أو تدريب خاص أو ما شابه هذا يمكنك الاتصال به في أرقام الهاتف الموجودة في الوصف أسفل هذا الفيديو ما بقي لي إلا أن أقول لك أشكرك على حسن متابعتك أراك إن شاء الله في الأقسام تدريبية الخاصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة